اهلا بحضراتكم وفيديو جديد النهاردة ومعاكم امير اسعد من قناة دكور ورسم النهاردة معنا تركيب بلاطات 3D بيوتك زي ما حضراتكم شايفينه لشكل بار وبتخلي شكله جميل جدا دي شكل البراطات اللي معنا 50 في 50 مأساتها وده معجون البيوتك الاسود للعلبة دي من انضف الانواع يعني زي ما حضرتك شايف بتجيب القطر الاول وبتبدأ تجرح في الجزء اللي بيبقى عليه المعجون وده افضل بيمسك اكتر لو انت ركبت مفيش مشكلة بس الافضل اللي انت تعمل اه خشونة في الجزء ده علشان المعجون يعظم وبتبدأ بصلبة او اي سكينة سوارة بتبدأ تحط معجون اه المخصص للبيوتك وممكن تعمله بسيليكون عظم بس طبعا المعجون بيبقى اوفر شوية من السيليكون العظم بتبدأ تثبت طبعا اول بلاطة بتحطها لازم كله يمشي بنفس الاتجاه ونفس الشكل عشان يجمع معاك شكل مظبوط ما ينفعش نحط عشوائي طبعا يعني اول بلاطة انا بركبها بامشي بنفس الشكل ونفس الاتجاه كل البلاطات علشان يدينا شكل متناسق في الاخر اه ومفيش حاجة تبقى ملغبطة بعد كده بجيب السلبة اللي معاك ببدأ المعجون الزيادة زي ما حضراتكم شايفين طبعا انت ممكن تعملها بالقطر او بالسكينة كده تعمل اه فتحات فيها سغارة علشان تخلي المعجون يعظم اه مع الفيوتيك ومع الحائط عشان ما يبقاش مكان المعجون ناعم ويفك بعد كده زي ما حضرتك شايف بتحط على الاجزاء اللي هي اللي بتقابل للحائط وبتضغط عليها كويس جدا اما حاجة وانت بتركب طبعا بتضم اللحمات البعض على قد ما تقدر زي ما حضرتكم شايفين كده بعد ما بتقرب الفتحات اللحمات البعضها زي ما حضرتك شايف بتبدأ بالسلبة تملة علشان تقفل كل الفواصل وما تبقاش بينه بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده بنبدأ نركب طبعا البعض بيبقى مقاسه من تسعين سنتي المتر فالبلاطين هيجيبه معاك المقاس دي ممكن تكون الارتفاع تسعين سنتي فاحنا شلنا عشرة سنتي من فوق زي ما حضرتك شايف كده بنبدأ نجمع بقية الحائط طبعا انت بتركب الشكل واحد بيديك الشكل اللي قدام حضرتك ده بيبقى متناسق وما فيش حاجة لكن انت لعكسة البلاطات مش هتمشي بالشكل ده هتكون طبعا مختلفة شوية هنا بقى بنبدأ نركب الجزء اللي في الجنب تبدأ تثبطه على الحرف طبعا بيبقى فيه الفاصل اه بين الحقط اللي في الوش والجنب بتاع العمود فانت ده بتقفله معجون بيوتك باردك طبعا انت بتبدأ تقرب على قد ما تقدر وبعد كده بتبدأ اللحمات اللي بتبقى فاصلة بتبدأ تديها معجون هنا بقى بتحط معجون في الجزء اللي في الحرف عشان لما يقابل الجزء التاني يمسك ما يبقاش آآ ضعيف يعني زي ما حضرتك شايف كده مهم جدا اللي انت هتضغط كويس على الفاصل تقربها من بعد وتضغط على المعجون عشان يتوزع على الحقط بتبدأ زي ما حضرتك شايف كده بتقفل كل الفاصل بالمعجون من نفس المعجون آآ معجون الفيوتيك وبتمعجن طبعا كل اللحمات وبيبقى ده الشكل قدام حضرتك بعد كده بعد ما بينشف بتبدأ بالصنفرة كل اللحمات اللي انت عملتها بتبدأ تصفيها وتنعمها علشان طبعا انت مش بتجيب صنفرة يعني لو عندك صنفرة نعمة ماشي لو ما عندكش بتجيب صنفرة تكون مستعمالة عشان تبقى آآ نعمة ما تجرحش في في البلاطات فمهم جدا اللي انت ما تشتغلش بصنفرة خشنة بتجيب صنفرة نعمة او صنفرة ميتة وبتبدأ تصنفر الجزء كله بعد كده بنجيب بلاستيك دهان بلاستيك ماطفي طبعا ما نفعش ندهن نص لمع على طول لازم ندي ويش ماطفي عشان المعجون والبيوتك او الويش وما يقشرش بعد كده فانت بتشوف اللون اللي انت عايزه بتعمل آآ بلاستيك ماطفي سواء سبعين سبعين او تلاتين تلاتين اي نوع بلاستيك ماطفي آآ المهم يكون التشتيب ربع لمع او نص لمع تبدأ تعمل لون الرصاصي اللي قدام حضرتك ده طبعا مهم اللي انت ترش ما تدونوش بالرولة او بالفرشة بيطلع شكله اشياء كفراش مش بيبين اي مكان فرشة او رولة بعد كده بتجيب نفس اللون او انت عايز تعمل لون افتح شوية او اغمق حسب اللون اللي انت بتجيب بلاستيك نص لمعه او ربع لمعه وبتبدأ ترش بعد ما بينشف البطانة اللي انت عملتها في الاول بتبدأ ترش الوش الثاني آآ دهان طبعا آآ بلاستيك ربع لمعه او نص لمعه حسب ما تفضل الاثنين هيبقوا كويسين زي ما حضرتكم شايفين كده آآ الموضوع الرش بيكون افضل بكتير من الرولة او الفرشة طبعا الشي الجزء اللي خلص باين اللمع باينة فيه وباينة التضليعة بتاعت البلاطات طبعا انت مش بتدي وش واحد بتدي اكتر من وش بعد كده بتبدأ لما بتدي وش لمعه او ربع لمعه تبدأ يباني عيوب بتمعجنها وبتجيب البلاستيك المطفي الاولاني وبتبدأ تدهن الاجزاء اللي خدت معجون عشان تاخدوا المراحل الاولانية زي ما حضرتك اي حاجة معجون بتديها مطفي تاني وبعد كده بتبدأ بقى تفنش الوش التاني للبلاستيك النص لمع زي ما حضرتك شايف كده طبعا شكله بيبقى شيء جدا في البر وفكرة جديدة مختلفة شوية عن اه الافكار بتاعت الحجر زي ما حضرتك شاب بتبدأ تفنش وتشبع طبعا انت بترش واحدة واحدة مش بترش اه يعني ممكن عليها ستدي ثلاثة وش هاش مفيش مشكلة بس مش بتتغرق بالكمبروسر او عشان ما يسايلش منك تدي وش خفيف وبعد كده وش خفيف براحتك خالص وشين تلاتة مفيش مشكلة المهم اللي انت مترمش خامة كتير تبدأ تسايل والتباوز شكل البلطات وزي ما حضراتكم شايفين كده انا ببدأ اشبع البلطات وبامشي طبعا اه خفيف مش بتاء الايدي في الرش وزي ما حضراتكم شايفين كده ده الشكل النهائي اتمنى اكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك لو انت عساني على حاجة احط لي في كومنت وانا هرد عليكم لو انت مش مشترك معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليس لك كل الفيديوهات الجديدة اشوف حضراتكم على خير في فيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة